بعد أن حصل جابريال أخيرا على ميراكلس الدوسوقة والقط الأسود وفعل القوى المطلقة وعندما سألها الكوامي جيمي ما هي أمنيته قال له اقرأ عقلي وأنه سوف يضحي بروحه وبعد تحقيق الأمنية رأينا نتالي بصحتها الطبيعية وهناك سيدة تجلس بجانبها وكان الكل محتار هل هذه هي إيميلي والدة إيدريان بما أننا رأيناها تطير أثناء تحقيق الأمنية أم هي أميلي والدة فيليكس ومن المفترض منذ كتابة الحلق قبل التحريك وقبل كل شيء أن تكون هذه هي إيميلي والدة إيدريان فعلا وكان هناك مشهد لا وهي تنظر لإيدريان لكن تم حزفه قبل التحريك وبعدها صرح لنا توماس أستروك أن هذه هي أميلي والدة فيليكس وإيميلي لم تعد للحياة وكانت أمنية جابريال تشمل إعادة نتالي بصحتها وأن تنتقل أميلي وفيليكس للعيش مع إيدريان وأن يكون جابريال وإيميلي مع بعضهما وأخبروني في التعليقات لو كنتم تريدون رؤية إيميلي ويتعود للحياة ولا تنسوا اللايك والاشتراك